بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين ومشاهدين قناة نادي الأهلي في كل مكان أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير وحلقة خاصة جدا يا بركة دعاك ياما ويا أمهات كل المصريين بركة دعاء أمهات المصريين بالكامل في مصر كلها من شرقها الغربها من شمالها الجنوبها اللي حصل النهاردة أقسم بالله إحنا غيرنا الديكور ده مش عايز أقول لحضراتكم مرتين أو ثلاث مرات من كتر اللي إحنا بنشوفه مرة إحنا صعدنا مرة إحنا برة مرة إحنا صعدنا مرة إحنا برة لكن وأنا بكلم أمي قالت لي يا ابني إن شاء الله ربنا يكرمكم والمنتخب مصر حيصعد وأكيد كل أمهات مصر كل أمهات مصر دعت بهذه الدعوة اللي ربنا استجاب لكل أمهات مصر وكرمنا وصعدنا للدور الستاشر في كأس الأمم الأفريقية مصر يا جماعة صعدت مصر على الرغم من تعادل اللي حضراتكم شفتوه مع الرأس الأخضر مصر صعدت إلى الدور الستاشر وده معناه كبير جدا جدا بالنسبة لنا ألف مبروكة مصريين مش عايز حضراتكم تفكروا مش عايز حضراتكم تعملوا أي حاجة غير إن إحنا عايزين نبسط النهاردة وبعدين نشوف بكرة وكل واحد يروح يبوس على إيد أمه والله بجد كل واحد يروح يبوس على إيد أمه كده ويقول لها يا أمي ربنا يخليك لي وتفضلي تدعي المصر ادعي يا أمهات مصر المصر في اللي إحنا فيه ده كله الحمد لله من وسط الضرام اللي إحنا بنشوفه في الرياضة أديكوا حضراتكم شفتو بركة دعا أمهات مصر والله أنا بتكلم بجد أنا مش بقول أي كلام أنا بتكلم بجد بركة الدعا اللي ادعى النهاردة صعدنا لدور الستاشر ألف مبروك حنتكلم فني وحنتكلم في الأرقام وحنتكلم في ده كله ولكن قبل ده كله هو دعا كل الجماهير المصرية اللي وصلتنا لدور الستاشر إيه اللي هيحصل بعد كده في واحدة من وجهة نظري من أسوأ المرات الدفاعية لمنتخب مصر منتخب مصر اللي كان بيتميز دائما دائما بالدفاع ولكن هذه النسخة في هذه في التلات مباريات دول واحدة من النسخ السيئة جدا اللي لم تكن الأسوأ في الناحية الدفاعية وانا هنا بتكلم عن وانا آسف بقى ان انا هقول هذا الكلام انا هنا بتكلم عن معرفة وانا اللي حصل النهاردة جماعة في الاهداف اللي دخلت فينا يدرس على الناحية السلبية اشتركوا في القناة